في مقابلات التعليقات في القطاع الاقتصادي والإجتماعي من دونس العسكاري لأننا العسكار عندهم اليمدب ما هذا العسكاري للديراسات والإمدب الانسيوية ملتر لأننا العسكارية لإمكانك تقصر وإمكانك تقصر لأنهم قدروا الكفاءات في الجزائين قدروا الكفاءات اليوم لدينا المخاخرام في الخارج ويجيسوا يتقاسي ويقول لك راح لجيبو 400 ألف إطار تأير حتي 400 ألف إطار هم مازال يدخلوا في شوينجوم بتاع العمليفات مازال يخدموا في شوينجوم بتاع العمليفات مازال يخدموا به ايو مازال كون بالقديم تحب دير جزائر جديدة بالقديم أنا ما فهمت هذا العرطح باينة زيتون في تخيقهم و لكن كيفاش يحب ونثيقوا فيهم درق هم مازال يخلوا بالقديم و يحب دير يقول لك كان جزائر جديدة و هم يخدموا بالقديم تتقل لي مأهد الوطني الدراسات والاستراتيجية الشاملة سبا ميريتا ما هيش عسكرية ما هوش محدة عسكرية ما هوش عسكري ما هوش محتاج العسكرية محتاج الواحد بمخ الواحد عنده دكتوراه في الاقتصاد في الاجتماع في أي الأخر واللي قادر يتناقش لأنه يخدموا له كلهم خاخ من المفروض يتناقش معهم يقعد معهم يعني يقلوا الكفاءات العلمية في الجزائر تحكموا في بعض أكبر بسهل عليكم بس حما تجوش تحكموا وتكتبوا على الشاب ربي يكشفكم عليكم ربي يكشفكم تقولوا بديون جزائر الجديدة وانت تجيب لي واحد قديم سمعت واحد قديم شو نقوم بتالعم يفادك عادي تلقص خلاص ما عاد فيه حتى بنا على بنا باللي شوف حكام الجزائر عمرهم ولا أعطاوا أهمية للعلم لأنهم جؤالها حكام الجزائر عمرهم أعطاوا أهمية للعلم لأنهم يعرفوش وش معنى العلم ومعد كما هذا لداروهم من ربعة وثمانين لليوم عمره كان عنده كلمة ولا تأثير على الحياة الاقتصادية أو السياسية أو الاستماعية في البلاد رياني تول حطي الخضرة فقاشا وش دير هذه قنوة بودور وهذا ما خارجين على القانون سي نورمال خايفين ما يقدرش عهد القضايا هذا موما سدي أغلى كما قال لهم وزير الاتصال دونك جلو تيب على باقبشة جلو تيب على باقبشة حد ما يقول لحد هوا ضربوا نحفرت هلاذك مخليينهم باش قال آه تزغط نغلق لك يغلق لك قانون قال لك أنت خارج القانون نغلق لك والله يقدر خير البلادنا والله عندي بنا كيف ما تغيث همش البلاد هذه البلاد هذه ما تغيث بك هل لا يحصل تصيب أحد أبو أصبع رزرق يأتي يدافع ويقول لك يا حيا تبوك يا حيا تبوك ويأتي يسبك لما تقوله شوك شام يعبثوا بالبلاد يسبك بس كلها غالب عليهم كلها غالب عليهم هذا النتاج هذاك صباح أبو صباح لازمك ما تلوموش يا جماعة حتى وان يحتاج واحد يلعلو والديه هلا اختراكش يجي يسبف الناس موليو قال ينبطح ويسقط ولا ينبطح ويسبلي ما ينبطحوش لأنه ما عنده لديه اللام الله ولكن هذا من المفروض وكان جاي حاكم فموه نادم قال لغال بدل نتاج هذا النظام الخامش هذا النظام الفاسد الفاسد عنده معنى ليه نه كان معنى تالخموجية تبورة وعنده معنى تالرشوة كلا المعنى ينطبقوا على النظام الجزائري اشتركوا في القناة